ضمن جهود الدوائر الصحية في توفير الرعاية الكاملة لمصابي فيروس كورونا باشرة مستشفى الكرخ العام بتخصيص عدد من الردهات لحجر المصابين فعلياً بهذا الفيروس بعد إن كان يستقبل الحالات المشتبه بها باشرة مستشفى الكرخ العام بتخصيص ردهات للحجر الصحي للمصابين فعلياً بفيروس كورونا نتيجة المسوحات الميدانية التي تجريها الدوائر الصحية في المناطق المبتضة بالمواطنين كحالة استباقية لمع انتشار الوباء حالياً بسبب ازدياد الاعداد وازدحام مستشفيات الأخرى وازدحام مستشفى الفرات أصبحت مستشفى الكرخ تستلم الحالات الموجبة أيضاً الرصد المكثفة يعني هسا إحنا مو ننتظر المريض يجي وننتظر أهله إذا واحد منعدهم ظهرت عليه الأعراض لا هسا الفرق مالدائرة صحة الكرخ حتى لو بعد منتصف الليل من نكتشف حالة موجبة وتجي للمستشفى رأساً تطلع فرق قلبيتهم تاخذ عينات وتحجرهم أغلب المصابين بالفيروس هم من أسرة واحدة أو من الوافدين عبر رحلات الجسر الجوي للخطوط الجوية العراقية من المواطنين العالقين في عدد من الدول وهم يتلقون العلاج والرعاية الصحية الكاملة في مستشفى الكرخ العام مع توفير أطباء دفسيين لمعالجة التداعيات الإصابة بالفيروس احنا مخصصين ردهتين هنا ردها الجناح الخاص والوبائية للحالات الموجبة حالياً نطي للمريض ماسك وشفوف بعدين الممرض يستقبله طبيب يكتب له علاجات والممرض على ضوال علاجات كليتها ينطهي لأن كل العلاجات حالياً متوفرة بالمستشفى اذا ايه اكو مرضى يجون مرات يعانون من اضطراب نفسي احنا هنا عدنا خصائي للحالات النفسية هو يفتر عن مرضى ويدعمهم نفسياً خلال هاي الفترة وزارة الصحة عن طريق دار صاحة بغداد الكرخ وفرت لنا كل الأجهزة والمسزمات والمعدات الوقاية الشخصية لازماً لإجراء هاي الفحوصات ومستمرنا طبعاً هاي الأمور وذللت هواية الصعوبات خلال هاي الفترة بحيث احنا هسا الأمور تصير في صورة أسهل طبعاً أسهل أسهل من قبل وتواصل الدوائر الصحية توفير الأجهزة الحديثة الخاصة بمختبرات التحليلات المرضية التي تشخص الحالة قبل تفاقمها من بغداد محمد العيداني العراقي الإخباري